موسيقى صباح الخير سياسيين محللين وحتى المناجمين قالوا اليوم بس حسابات الحقلة ما اتطابقت مع حسابات البيضر والحكومة يلي كان متوقع انه طولة دليوم اتأخرت واذا مش التنين الخميس بالغربة للنهائية اسمي ومقعد بالزايد او بالناقص والصورة التسكرية للحكومة بحاجة للمسة اخيرة واذا كنتم عم تسألوا بالوقت الضاية شو فينا نعمل بنصحكم بلعبة كلمات متقاطعة واملقوا الفراغ باسم الوزير المناسب بين الاحباط لدى البعض والغبطة لدى البعض الاخر بتتفاوت ردود الفعل على امتداد مساحة الوطن ومع قرب انتهاء مرحلة التأليف والدخول بمرحلة جديدة عنوينا حكومة الوحدة الوطنية وبتبقى العبرة بتحقيق الاهداف المرسومة والاستماع لمطالب الناس وامنيون مع تذليل عقبات التشكيل التحدي الاول هو البيان الوزاري فالثقة وربما طلبية طموحات المواطنين تقرير بيلئ الدولة الزميل خالد ابو شقرام نتابعوا سوا تكتيف الجهود لتسريع ولادة الحكومة ووقوف معظم الاطراف هم مسئوليتهم انعكس بشكل ايجابي على الشارع وبالرغم من معرفة اغلبية المواطنين لحجم المشاكل اللي عم بعانية البلد وصعوبة حلة بين لالي وضحها فان مجرد التوافع على الحكومة بعد اكتر من خمس تشهر من التجاذبات بيعتبر مدعاة للتفاؤل ولو لفترة ما فيش حركة ما فيش هي بالبلد ابدا بسبب تأخير تشكيل الحكومة طيب ما هي بشكل وخلصونا فقط ما هي الهيئة التنفيذية هي كل شي اذا ما هي اجتمعوا وعملوا حكومة نامدوا يمشي البلد نفسيا شوي برتاح الانسان بس ما هيعملوا شي بالنهية بس برتاح الوضع شوي عالم ترتاح نفسيا شوي بولادة حكومة جديدة برتاحوا العالم البرهان سهم السوليدير تطلعوا ليرة ونصف يعني تعريبا 20% فرد الهار بقى هايدي عنديس انتو مضبوط في شي لك انت هلأ بمنطة هوني كان في منع تجول يعني الوضع وانا بشكل بشركة الوضع مزري جدا اذا ما انحلت قصة الوزارة هايدي بدها تكون كارسة على البلد كاميرا اخبار الصباح اللي استطلعت اراء المواطنين ومدى تفاولهم بقرب تشكيل الحكومة وايجابياتها على البلد عادة محملة بالمطالب وامنيات المواطنين بين الحكومة الجديدة تعمل على تزديل المشاكل المستفحلة ماذا هو المطالب اللي بتطلبهم من الحكومة؟ كل شي ما في شي مش ما بده معالجة قبل شي الفساد الفساد بدنا كهربة وبندنا ماي وبندنا تعليم شو قدير التعليم لانه ربا في حدا يعلم أوليده وبعدين البيئة لانه الزبالة اكلتنا والطرقات البناء التحتية طبعا ما في شغل بالبلد ما كربجين البلد حدا بيعمل زاويد للبلد لقطاع العام وبيترك قطاع الخاص هلك قطاع خاص طلع كيف هو قطاع الخاص؟ على القليلة على القليلة على القليلة يعملون للكهربا رغم حجم المشاكل فان التوافق الداخلي والاستقرار السياسي بيعمل المعجزات ولعل الفورة الاقتصادية اللي حصلت بعد اتفاة الدوحة خير مثال على الواقع اللبناني اشتركوا في القليلة تفاصيل اكتر بهالتقرير للزميلة باميلا نبهان ان كان سنجل مولت بوربون او سكوتش بيبقى الويسكي فن لكل محتسي ومتذوكي فبتختلف الطعمات بين المدخن للفاكهة او الممزوج بعدة نكهات وبيبقى الويسكي سقافة وفن وكل شافة منه بتشكل رحلة بعيدة ان كان الى سكوتلندا ايرلندا اليابان او اميركا لنستزوئ كل نكهاته ونظرا لعراقته اصبح اليوم للويسكي معرض بلبنان بيستقبل اكتر من ستين ماركة من اجود ماركات الويسكي العالمية بنفس المساحة ليتعرف كل محبي الويسكي على مختلف نكهاته بمعرض ويسكي لايف لانطلق بنسخته الثالثة بمبادرة من شركة هوسبيتاليتي سورفيسيز معرض ممتاز بعقد هلأ شو عمدوق ما بعمحس لانه عكتر ما دقت بس هيدا جين والخلطة ممتازة لانه معمول مع جينجر بير ويجيز بورفكت اي تنك تعرفي الحلو بانه فيه ابداع يعني كل حدا عم بيخترع شي من البروداكت اللي عنده اياه مع التشكيلي انا بيني وبينك ما كتير بضاين يعني بتصور لاخر المعرض رح تكون انطفات هو البلد 18 اللي بيصير في ويسكي لايف هو فرانشيز من لندن بقلبه فيه كل شي في سنجل مولتس وويسكيز موجودة بالاسواق اللبنانية ومانا موجودة كاسك حبيبي كاسي المحب يمكن لاخر مرة اشرب سوا هالكاز كرا الطريق تمشي لحالي ومانا انا وخيالي اصى على كل ناس اعلم ان هناك 300.000 كاسيز من بريلسك ويسكي بريلسك ويسكي تيجب لخوره اصحابه تباكات اصحابه ان هناك اصحابه ترى ان هناك بريلسك نحن جن تبعنا مية بالمية من لبنان عم نعملو انا فتحنا ديسرية تبعنا برش مية معمول من تسعة بوتانيكلز واكتريتن من الضيعة عنا جنائي نسو عم نستعمل مننون بلشوا يعملوا جن بالبنان وفجأة نوصل نحن على الستاند الحلو مع الست الحلوي والشاب الطيب انه هيدا جن شغل لبنان والانجريدينس انه اعشاب اعشاب لبنانية طعمتها سلسة كتير سويت ونعمة ما بتقزي ما بتجرح انتوا عم تشربية وبتنشرب بلا تلجي هيدا المهم فيها سنجل مول يعني شغلة حلوة ورش عمل صفوف لتعلم كيفية احتساء الويسكي تحضير لايف كوكتيلز شاركوثي واجبان على انواعه شكلوا معرض ويسكي لايف اللي رح يمتاد خلال 3 ايام ولمن نمتوقع انه يجزب اكتر من 3000 زائر فرصة جديدة لابراس دور بيروت كعاصمة للزو والتزوق بالشرق الاوسط من قلب العاصمة من قلب وسط بيروت من مجمع لبيان حيث رح يتمكن الزائرين بالتعرف على اجدد وافهم انواع الويسكي العالمية زي العسل على قلب الهواء زي العسل على قلب الهواء زي العسل بلندن مولت ويسكي كيف يدفصل لكيها بالعربي طيب صح؟ بشيك؟ 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 لذا ما ياكل الا بلوت هي خنزير الوحيد بالعالم ما بياكل الا بلوت في عنا جبني الانجليش من ويلز اكتير القبلاة طبعه كتير قوة مع السنجل مولت سنة عنسنة عم بيجي العالم اكتر ليه بيحبوا الويسكي ويلي متل ما بيقولوا كولكسيونير دوبوتاي بشيك؟ نحنا بلبنان بس كنا عطول السباقين بهالامور وان شاء الله الله يوفقون وشي رائع جدا بالفعل بتمنى كل ايامنا تبقى هيك فرخ وصعادة ونكون لكل الناس اللي بيشربوا ما بيشربوا نقللهم شيرز ويعطيك العافية اللي بيشربوا نقللهم شيرز ويشربوا نقللهم شيرز ويعطيك العافية